سلام عليكم حبايا بقلبي عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة كل سنة وانتو طيبين وبعود عليكم الايام بخير ان شاء الله وبصحة وبلا انا احلى اخوات واحلى متابعين. نهاردة بقى حبيبي هنعمل مع بعض الزبادي البيتي والزبادي كمان الفراولة. طريقة سهلة جدا وبسيطة من اول مرة مضمونة معاكم ما تلاقيش وما تخفيش. طبعا ده حتة لبن متلجة هيت. لبن دوت اتنين كيلو. انا كنت حطاهم في الفرزر متلجين. حبيت اوريكم حتة كتعة التلج دي هيت. اللبن المتلجة عشان فيه ناس كتير سهلتني. وخايفة تعمله باللبن يكون عندهم في الفرزر. لأ عادي جدا. اهم حاجة طبعا اللبن تكون غالية كويس جدا. وتسيبيه بقى يبرد لحد ما يوصل لدمعة العين كده زي ما بيقوله. يعني تستحملي تحط زباعك فيه. تستحملي زباعك فيه. وكده بقى يا حباب قلبي هسيبه يغلي. وبعد ما يغلي هسيبه يبرد لحد ما يوصل لدرجة الحرارة اللي انا عايزاها اللي استحمل احط فيها اصباعي تلاتين ثانية. واستحمل درجة الحرارة ديك. وارجع لكم ان شاء الله. وكده يا حبابي رجعت لكم بعد ما اللبن بتاعي غلي. واسبته يبرد لدرجة الحرارة اللي المفروض تحط فيها في الوقت في المرحلة دية الزبادي بتاعك. اللي هي ازاي بقى? عفوا ان انا اسفى على المنظر ان انا هحط اصباعي كده قدام حضراتكم. بس مش هتعرفوا درجة الحرارة الا كده. زي الرضعة بتاع البيبي كده زي ما بنقول. او تحط اصباعي كده في القلب اللبن بتاعك وتستحملت درجة الحرارة في صباعي كوه في اللبن لحد تلاتين ثانية. خلاص عرف انه في الوقت دوت ان انت خلاص هتحط الزبادي. طبعا لو اللبن بارد عن كده هيفصل معاك ومش يطلع زبادي خالص. ولو سخر برضو هيفصل معاك ومش يطلع زبادي. طبعا دلوقتي زي ما انتم شفتوا كده. دول اتنين كيلو لبن. طبعا انا هعمل زبادي سادة وزبادي بالفرق. والاسمتوم خطي تقريبا كده في مقدار كيلو. فبولة تانية لكل كيلو لبن علبة زبادي واحدة. طبعا اي نوع زبادي بقى تفضليه. هي علبة الزبادي لكيلو اللبن هي اللي هتبقى الخميرة بتاعته. هفكها كويس جدا. هنقلب فيها كويس جدا كده لحد ما نفكها. طبعا في المرحلة ديت لو بتحب الزبادي بتاعك مسكر. تقدر تحط معلاء او معلقتين على كيلو لبن. بس انا هسيبه كده عشان يبقى نفس الطعم بتاع بره بالزب. اللي هي بتاع الزبادي اللي هي السادة. طبعا خطي من اللبن. حطيت على الزبادي كده عشان افكها برضو. ان هو يصل فكها زي ما انتم شايفين. وهبدأ انزل بقى بالزبادي وشوية اللبن دول على كمية اللبن بتاعنا اللي هي تقريبا في حدود كيلو. طبعا كده خلاص. هاخد الزبادي بتاعتي بقى كده. وهنزل بيها في اللبن. وتتأكد بقى في المرحلة ديت بعد ما تدوي في الزبادي وتخلص تتأكد برضو تشوف اللبن بتاعك بارد لدرجة الحرارة اللي احنا عايزينها ولا لا ولا برد اوي. لو برد اوي تقدر تحطيه على النار تدفيه برضو زي ده مالين كده وترجع تحطي في آآ في الزبادي. لو برد زخني زي ما قلت لك. وعندك تلات اختيار اتدار تحطي في كبات ازاز عندك عادي اللي هي بتاع الشاي في بلات فخار زي ما انت شايفة كده او في بلات ازاز. اللي يعجب كل متوفر عندك حطيه. انا هحط لك في التلاتة. هنحط في الفخار و هنحط في الازاز و هنحط في الكبات. المتوفر عندك حطيه. بيطلع في اي حاجة انت لو حطتيه في طبق واستلس هيطلع. هعب انا با يا حبابي الكمية بتاعتي كلها في البولات وفي الكبايات وارجع لكم. كده حبابي بعد ما خلصت طبعا تعبيت الزبادي البيتي بتاعنا السادة. هنعمل دلوقتي الزبادي بالفراولة طبعا اللبن بتاعك زي ما انتلك لو برد رجعي دفي تاني على النار. انا كان اللبن اللي في الحلة برد رجعت دفته تاني على النار. عندك بقى اختيارين عشان تعملي بالفراولة. ممكن تحطي اللي هو الشرباط بتاع الفراولة. او ايس كريم اللي هو بتعمل الفراولة. اللي اتنين هيدي نفس اللون ونفس الطعم ونفس الريحة بتاع بره بالزبط. طبعا انا هركن دلوقتي الشرباط واعملوا معاكم النهاردة بايس كريم الفراولة. اه طبعا عايزة بتوفري على نفس الوقت ومجود بدل ما تعود يتقلبي كده كباية الزبادي مع كيس الايس كريم مع مغرفة كده من اللبن. حطيهم مع بعض في الخلاط وضربهم كويس جدا. وبعدين نبدأ انزلي بهم على اللبن اللي هو المفروض دافي زي ده ملعين كده اللي تقدر تحط اصبعك فيه تلاتين سانية. وهتقلبي بهم كلهم كده زي ما انت شايفها. خلاص على كده كده زبادي الفراولة خيرس بكل سهولة تقدر تعمليه بالشرباط. اديك طعم جميل جدا. نفس راحة الزبادي بتاع بره. نفس اللون بتاع بره. او بكيس ايس كريم. طبعا بقى هنعبي برضو او في بولات فخار او اه مسلا ازاز او كبات المتوفرة عندك زي ما قلتلك حط فيه. هعبي بقى كلهم كده وارجع لكم. طبعا كده حبابي خلصت الكمية بتاعتي كلها وفات شوية لبن كده بالفراولة صغنانين حطتهم في المج الصغير دوت. هارب بدأ ارصوهم بقى في صنية عندي. عشان طبعا قبل ما اشتغل معكم في اي حاجة خالص. وقبل ما اصور معكم انا فتح الفرن بتاعي سخن. وبدأت اشتغل معكم. طبعا عندي الفرن بتاعي دلوقتي شغل ورصت بقى دلوقتي اللي بالفراولة في صنية. والسادة في صنية. عندي مياه الكتل مغلية. هي انا غالياء في الكتل بس دي مش في درجة الغليان. انا غالية الكتل من قبل ما ابدأ تصوير برضو معاكم. وفصل من قبل ما ابدأ تصوير. وسبته في الكتل براحته. يعني دي مش لدرجة الغلائن. يعني تسيبه يغلي. وبعد ما يغلي. تسيبه يبرد كده دي اولا دقيقتين قبل ما تفضيه في الصواني بتاعتك زي ما انت شايفة كده. تملو الصينية تقريبا توصل لنص البولاد كده. وعندي طبعا الفرن بتاعي سخن جدا. هطفي بقى الفرن وهم ادخل الصواني بتاعتي. هيعودوا بالزبط معاكي تلات ساعات. طبعا دي معلقة تخلي هنا ومعلقة تخلي في الصينية التانية عشان الصواني دي هالموني عشان ما تغمقش معين. كده حبيبي بعد ما قاعدوا معي في الفرن تلات ساعات. المفروض ان انت تحطون في التلاجة يعودوا ساعة كده. يعني هيمسكوا اكثر وهيبقى كومهم جميل عن كده كمان شايفين? ما شاء الله قبل ما دخلهم التلاجة. بص يعني حاجة كده فخر من الاخر. طحفة جربوها بازن الله هتعجبكم. طبعا نهاردة بقى الخميس كده وبكرة جمعة اول يوم لينا في الصحور بازن الله كل سنة وانتوا طيبين وعارفين ان الصحور ما بيخلاش من الزبادي. يا حاجة طرية كده بتطر الريق طول النار بتخليك ما بتحسش بعطاش. طبعا احنا عارفين الاسعار غليك جدا. ولو اسرة مسلا متكونة من خمس افراد. طبعا السعر هيبقى غالية جدا عليها يعني الكبالة وفي حدود اتنين ونص هيبقى مبلغ كل يوم ده طبعا غير الاكل الاساسي اللي هو بيتجاب جنب الصحور مسلا. فانت حاجة وفرتي في نفس الوقت. وحاجة مضمونة. وحاجة نظيفة وعملها في بيتك واسقة انت هتأكلي او اطفالك ايه? شايفين? ما شاء الله? الفراولة اكسنبيلات عماها تحفة جدا وتعجب اطفالك ولا السادة? تحفة تحفة جدا جدا جدا. ولو عايزها زبادي اللي هي بالسكر اللي بتتبعها برضو جاهزة. تقدر تحط معلقة السكر اللي بتلك عليها في قلب الزبادي وانت بتقليبها على اللبا. عاجة جميلة حباب قلبي. امي بقى تشجع وعمليها. اجهز حاجتك. طبعا قلت النهاردة الخميس بكرة اول يوم لنا صحور. طبعا هنصحر بالليل. طبعا زي ما احنا عارفين. يعني لو قمت الصبح عملتي هتقعد معك في الفرن تلات ساعات والطلعيات سبيعة الحقيقات والصحور في التلاجة. تبقى القوام جميل جدا جدا. واحسن من كده كمان. يعني شايفين ما شاء الله نفس القوام بتاع برا قبل ما تتحط في التلاجة. حاجة جميلة جدا والله العظيم جربها يا حبابي مش هتندم. اتوفر على نفسك كتير جدا. طبعا احنا عارفين الاسعار غليك جدا اليومين دول وفرة على نفسك وحاجة نظيفة ومضمونة وعارفة انت عاملها ازاي وبايه وبمقادير ايه. يعني واسقة مليون في المية انت موكلة اطفالك حاجة نظيفة وعملها ببيدي. طبعا بقى يا حبيبي كده لو وصلتم معي لحد هنا ما تنسوشوا اللايك على الفيديو دوا. تعالوا بقى يا حبيبي كده نسترجع مع بعض اهم الخطوات اللي هتمشي عليها بالزبط عشان تطلع لك القوام اللي انت شايفة دوت نفس قوام المصانع بالزبط. زبادي المصانع ترى سهلة وبسيطة. طبعا اول حاجة اللبن بتاعك ولا ينفع يكون بارد اوي ولا ينفع يكون سخن اوي. لازم يكون زي دمع العين كده زي ما قلتلك تحط صباعك فيه تلاتين سنية تقدر تستحمري صباعك هو فيه تلاتين سانية. تاني حاجة معنا ان المية اللي هتتحط في الصينية ما تبقاش لدرجة الغليان يعني مغلية وتسيبها دي او تبرد. طبعا تلات حاجة لازم الفرن بتاعك يكون سخنة اقل حاجة عشر دقايق. وبعد ما تطلعها لمدة تلات ساعت هي تصيف شتا تاخد معاك تلات ساعت. وبعد ما تطلعت حطها في التلاجة بتاعتك اقل حاجة ساعة. تبقى معاك جميلة جدا وتحفى زي ما انت شايف. كده حبابي بقى ما تنسوش اللايك الجميل اللي بيسعدني وبيشجعني. طبعا لو اول مرة تشوفوا قناتي. وحسيت ان انتو استفدتم الفيديو. اتمنى تشتركوا فيها. تفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد ان شاء الله نزله تقدروا تشاهدوه وتتابعوني. كده حبابي قلبي بقى كل سنة ومطيبين ومتشجعوا بقى كده وعملوها ان شاء الله. عشان تصحروا بها بكرة بازن الله. والسلام ختام يا حبابي دمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.